الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هبنائي طلب الأعزاء ما زلنا معكم في حل النموذج تعلق اختبار الأول لثلاثة الأول إذن وصلنا للتمرين الثالث التمرين الثالث يقول AMP مثلث حيث AP يساوي 3.6 سنتيمتر وMP يساوي 4.8 سنتيمتر وAM يساوي 6 سنتيمتر راح نبدأ بالملاحظة التي تقول انشئ الشكل إذن لكي ننشئ الشكل إذن أرسمت القطعة المستقيمة APA وهي 3.6 ثم يقول التمرين إذن فقط يقول السؤال الأول بيّن أن المثلث قائم في B راح نشوفه باللي في الحل راح نقاوه قائم لذا سأنشئ مثلث قائم في الزاوية P إذن لكي ننشئ هذه المثلث وش راح ندير إذن أرسمت القطعة المستقيمة AP ثم وش راح ندير ندير الزاوية القائمة لعلى P محظو معايا إذن ندير زاوية قائمة ثم أرسم ثم ثم خط هكذا هكذا مستقيمة ثم وش راح ندير نفتح المدور تاعي تبهو على 4.8 هكذا ثم أضع مسمار المدور على P هكذا ثم ندير قوس ثم وش عندي عندي طول هنا تمثيل M لا فقط قبل وعندي AP هي في الحق تمثيل P إذن وعندي قيس AN هي 6 سنتيمتر إذن ندير المدور تاعي على 6 سنتيمتر نفتح فرجة نوضي لكم إذن نفتحها على 6 سنتيمتر أضع المسمار المدور على السفر ثم ندير القلم على 6 سنتيمتر ثم وش راح ندير أضع المسمار المدور على A أفواً نعود لكم إذن درت قوس آخر على بعد 6 سنتيمتر نلاحظ أن القوسين يتقاطعان في النقطة هذه والتي تسمى N ثم ما أصل بين A و M يعني سبق لكم بهذا الإنشاء لأني أعلم أنني سؤال أول مطلوب مني أن أجد أن المثلث A P N مثلث قائم راح نشوفه بلي راح يكون مثلث قائم إذن تبهوا معي كيف حرا نبين هنا إذن 6 سنتيمتر وهنا 4.8 سنتيمتر إذن سؤال أول يقول بيّن أن المثلث A P N مثلث قائم هنا وش راح نستعمل راح نستعمل النظرية العكسية لفيتاغورس وش تقول النظرية العكسية لفيتاغورس وش راح ندير راح نحسب إذن نحسب مربع M P مربع M P مربع يعني مربع الأضلاح ثلاثة ثم نقارب بينهما نتبهوا إذن نبدو ب A P مربع ماذا يساوي A P هو ثلاثة فاصل ستة سنتيمتر سنتيمتر الكل مربع ستنقلي 12.96 ثم A M مربع هنا مرحانش نستعمل الوحدة إذن A M مربع ماذا تساوي تساوي ستة مربع وهي 36 سنتيمتر و M P مربع هي 4.8 الكل مربع 23.04 إذن ماذا نلاحظ نلاحظ أن تنجمع 12.96 مع 23.04 راح تساوي 36 إذن نكتب نلاحظ إذن نتبهوا معي إذن نكتب 12.96 زي 23.04 تساوي 36 نعوي 12.96 هي ما هي هي A P مربع نعوي 23.04 هي M P مربع تساوي A M مربع إذن هنا ممكن نقول حسب نظرية العكسية اللي في تاغورس فإن المثلث A M P قائم في P وتلاحظوا بلي هنا A P مربع أم P مربع هنا كين P وكين P كي يكون عندكم مثل هذه العلاقة وين يعاود النقطة تتعاود إذن هنا راح قائم في P هذه كمالة ملاحظة فقط إذن نكتب إذن كتبت حسب النظرية العكسية اللي في تاغورس فإن A M P قائم في P نكمل على بركة الله السؤال الثاني السؤال الثاني يقول لتكن C نقطة من M P حيث P C تساوي M P على ثلاثة و M P ماذا تساوي تساوي ربعة فاصل ثمانية على ثلاثة نلقوها كي نقسم نلقى واحد فاصل ستة سنتيمتر إذن إذن C نقطة تنتمي إلى M P تقع على بعد تقع على بعد واحد فاصل ستة إذن ننشئ هذه النقطة ركزوا معايا إذن تقع على بعد واحد فاصل ستة إذن أين هي واحد فاصل ستة أنا واحد فاصل خمسة تقع هنا النقطة تاعي ليهي النقطة C ثم عندي D نقطة تنتمي إلى A P حيث تقع على بعد واحد فاصل ثنين إذن أين هي واحد فاصل ثنين بالتقريب هنا إذن نقطة هذه هي النقطة D يقول السؤال الأول برهن أن تابهوا معايا برهن أن المستقيم المستقيم C D C D يوازي A M إذن هنا وش راح نستعمل إذن المستقيم C D يوازي المستقيم A M يجب أن نضعه مستقيم ننشئه على أنه مستقيم إذن هنا وش راح ندير راح نستعمل ماذا نستعمل 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 الخاصية العكسية لتاليس أولا الشرط الأول لازم تكون نلاحظ أن نعم نتبهوا P D A و P C M على استقامية هو بنفس الترتيب ثم الآن بقى لنا الشرط الثاني راح نقارن بين نتبهوا معايا P D على P A يعني النسبة هذه هذه على هذه هل تساوي P C على P M إذن نكتب نقارن بين النسبتين إذن نتابع إذن قلت نقارن بين النسبتين P C على P A هل تساوي P D على P A نبدو بالنسبة الأولى P C على P A إذن نعوّف P C عندنا 1.6 على 4.8 تخرج لي 1 على 3 ثم النسبة الثانية P D على P A تساوي 1.2 على 3.6 وتساوي 1 على 3 ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن النسبتين متساويتين إذن نلاحظ أن النسبتين متساويتين حسب الخاصية العكسية لطالس وش عندي تقول تنص أن المستقيمين C D يوازي A M نتابع السؤال با يقول وحسب الطول C D يعني نحسبه الطول هذا C D هذا القيطة على المستقيمة إذن وش راح نستعمل راح نستعمل نظرية تاليس لأن C D يوازي A M والنقاط على استقامية اللي هي P D A و P C M على استقامية وبنفس الترتيب إذن حسب نظرية تاليس وش عندي 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 المساوات التالية P C على P M تساوي P D على P A وتساوي C D على A M إذن تساوي C D على A M إذن ما علي إلا أنا حبيت نحسب الطول C D إذن نحن ندي العلاقة هذه P C على P M أو نفس الشي P D على P A نحن ندي P C على P M تساوي C D على A M ثم نعوض إذن P C ماذا تساوي P C هي 1.6 إذن 1.6 على P M 4.8 تساوي C D على A M A M ماذا تساوي تساوي 6 هندير جداء طرفين تساوي جداء الوسطين إذن C D وش يساوي C D سيخرج لي 1.6 في 6 تقسيم 4.8 سيخرج لي العدد 2 2 ماذا لما ننسى الوحدة 2 سنتيمتر أخيرا C D يساوي 2 سنتيمتر إذن أخيرا كتبت C D يساوي 2 سنتيمتر ننتقل على بركة الله إلى التمرين الرابع إذن التمرين الرابع يقول تحطى النتائج بالتدوير إلى الوحدة عندكم الشكل التالي A B C إذن مثلث قائم في A وعندي A H B مثلث قائم في H أيضا عندي طول A B يساوي 2.2 جدر 5 سنتيمتر طبعا الوحدة هي سنتيمتر ثم A C يساوي 5 سنتيمتر إذن كل سؤال الأول إذن أحسب قيس الزاوية A B C يعني هذ زاوية ليه هي هذ زاوية زاوية B حنا عندي المثلث A B C قائم لأنني السيونيس والطنجنت تستعمل فقط في المثلثات القائمة إذن كتبت لدينا A B C قائم في مثلثة A ثم إذن عندي المقابل عندي المجاور ماذا نستعمل؟ إذن نستعمل طنجنت A B C اللي هو المقابل على المجاور المقابل هنا هو A C على A B ماذا يساوي A C؟ يساوي جدر 5 على 2 جدر 5 نختزل جدر 5 مع جدر 5 وش يبقى لي؟ يبقى لي النصف إذن طنجنت A B C هو يساوي النصف نديره بالألة الحاسيبة رح نجد بالتقريب الزاوية اللي تنجنت تحها النصف هي بالتقريب إذن قلت هي الزاوية 27 درجة نتابع يقول سؤال ثاني أحسب طول الظلع A H اللي هو هذا الزيحة دائماً راني في مثلث قائم الزاوية عند A H إذن نستعمل عندي زاوية B إذن هنا وش رح نستعمل عندي A H يمثل مقابل زاوية B وهنا عندي الوطر A B وش رح نستعمل؟ نستعمل سينيوس إذن سينيوس A B C هو A H على A B اللي هو المقابل على الوطر و A H إذن نستخرج A H إذن A B هو 2 على جدر 5 إذن A H ماذا يساوي؟ يساوي 2 جدر 5 في سينيوس A B C إذن نكتب A H هو 2 جدر 5 في سينيوس A B C نحن علابل نبلي جدر 5 هو بالتقريب 2.23 إذن نعوض وسينيوس A B C اللي هو 27 درجة هو بالتقريب 0.86 إذن A H رح يكون بالتقريب 2 في 2.23 23 في 0.86 رح يخرج لي بالتقريب 3.95 سنتيمتر ولكن طلب منا بالتدوير إلى الوحدة مدام أفاصل 9 العدد الذي يلي الفاصل هو 9 إذن بالتدوير إلى الوحدة رح يمتل A H يساوي 4 سنتيمتر إذن هذه هي حلول التمرين الثالث والرابع إذن فقط أتمنى أن يكون الشرح مفهوم للجميع مراجعة موفقة وعلامات جيدة وبالتوفيق للجميع وفي الأخير أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلى الملتقى مع حل المسألة بإذن الرحمن موسيقى موسيقى